اشتركوا في القناة 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 بلاد السند هي مفتاحة شبه قرر الهندية ارسلت الدولة الاموية قائدها محمد بن القاسم السقفي اللي عمل الفتحات اللي هناك واللي استطاع فتحها والعق هزيمة كاملة بجيوشها وبملك السند واستمرت تقدمه لحد وصل لمدينة الملتان وصلت اخبار الانتصارات بتاعته ضيت الى دمشق فكانت فرحة المسلمين بص كده على الخريطة الخريطة دي مهمة اوية انتبه معايا لو سمحت ناخد بالنا كده السهم الاسود ده بيكمسل فتحات قطيبة ابن مسلم قطيبة ابن مسلم الباهلي شايفين يا جماعة وصلين من طبرستان لغرسان لبلاد موراء النهر لتركستان الشرقية ايه ده كله كل دي فتحات هذا القائد المسلم العظيم قطيبة ابن مسلم الباهلي الفتحات اللي جات بعد كده اللي هي فتحات محمد ابن قسم الثقافي ناخد بالنا يا جماعة من صهم الاحمر نزل بقى تحت خد من شراز ومكران وبلاد السند لحد ما وصل للملتان اما الخضره بقى ديت فهي خرسان وتبرستان عندنا كانت فتحات يزيد ابن المهلب الاسدي طبعا كل الفتحات دي فتحات متميزة بشكل كبير جدا هناخدها بقى ونتكلم عنها فتحات بلاد موراء النهر اسيا الوسطى معظم يعني ايه معظم بلاد موراء النهر وبلاج ديت كانت بقيادة قطيبة ابن مسلم دخل قطيبة بخارة واستمر تقدمه لحد ما طرق الجيوش ابواب الصين الغربية وبعت وراسل الملك الصين على الصلح تجدما للصنام مع المسلمين وتم الصالح انت واخد بالك احنا وصلنا للصين حدود الدولة الاسلامية وصلت للصين يعني مساحة غير عادية شرقا هزي المساحة لما تصل لمرحلة انك انت توقف وتقول له نعمل الصلح بقى وكفاء علينا لحد هنا ده دليل على اتساع الدولة طب فتحات الاموين بقى في اسيا الصغرى اللي هي بلاد الروم اسيا الصغرى اللي هي عندنا اللي هي منطقة الانادول وتركيا الان معاوية ابن نبي سوفيان وصل تقدمه وصل الصراع مع الروم على ارمينيا واسيا الصغرى معاوية رأى ان الخطر الاكبر والعدو الرئيسي يكمل في ان الدولة البيزانتية نفسها عشان كده حصن المناطق اللي عرفت باقليم الصغور والعواصم الاماكن الملاصقة اللي عداك بنسميها الصغور والعواصم دي وبعدها اترميم المواني والقلاع على ساحل البحر وانشأ عندنا ما عرفه بنظام الصوائف والشواتي الصوائف يعني ايه والشواتي يعني ايه المواقع او الحروب اللي بتقوم في الصيف اسمها الصوافي واللي في الشهتة اسمها الشواتي اول ما قام بالصوافي والشواتي هو معاوية ابن ابي سوفيان كان هدفوا الضغط على الدولة البيزانتية الاماويين عملوا بحاولات كبيرة جدا لحصار مدينة القسطنطينية ولكنها فشلت ايه اسباب فشل الفتوحات الاسلامية القسطنطينية ما الاسباب التي ادت بما تفسل فشل الاماويين في فتح القسطنطينية طبعا المدينة دي هتستمر فترة طويلة جدا لحد 1453 هي اخر المدن سقوطا اللي هفتحها محمد الفاتح محمد الثاني العثماني طيب اول حاجة غزارة الامطار وبرد الشتاء القارس وانتشار الامراض زي جدري كل دي هت اسباب اهي يعني انا عندي غزارة الامطار وبرد الشتاء القارس وانتشار الامراض ده سبب من الاسباب الكتيرة اللي خلتنا انا عرفش نفتحها فشل الفتح استعمال البلزنطينيين للنار الاغريقية في اشعال المراكم والسلسلة الحديدية الضخمة الحاجزة بين القسطنطينية والشطر الاسيوي باغلاقها وقت الحرب طبعا والتهديد بالحصار تخيل يا جماعة انه هو عامل سبسلة حديدية اتحمى جدا في قلب البحر بيقفل بها الشاطئ الاسيوي ولو قفلها هيحصل الاسطود وكان هيستخدم النار الاغريقية اللي هي ميت النار ودية كان بيلقوها على السفن فتشتعل غير كده عندنا الموقع الجغرافي كشف الاسوار الداخلية والخارجية الضخمة المزودة بابلاق المراقبة للتحركات المعادية عشان كده بتطل عصر المفاجر ما تحرفش يعمل المفاجر عن القسطنطينية مأدينة مميزة جدا القسطنطينية دي موقعها مميز جدا فصعب جدا انك انت مسألة الحصار بتاعها عندنا ثلاث اسباب افتكرهم معايا احنا قلنا غزارة الامطار وبلودة الطقس شتاء انتشار الامراض قلنا استعمالهم للنار الاغريقية في شعال المراكب والسلسلة الضخمة اللي بيغلق بها البحر او بيغلق بها الحاجز الاسيوي بردك عندنا موقع جغرافي والاسوار بتاعتها اللي بتكشف كل السحل امامها والبر وبالتالي فيصعب المفاجئة مش هتعرف تفاجئها انك انت انت راح تفتحها الامويين فضلهم يفتحتهم لحد اخضاء اقليم الصغور والعواصل لسريتهم في فترة قوة الدولة عبد الملك ابن مروان كان على الراجل ده كان حريص جدا على استكمال الفتحات اللي بدأها سالفه في بلاد الروم وده ظهر عندنا بشكل كبير جدا كان عبد الملك ابن مروان لوصايا شوف وصايا عبد الملك لابنه كن يا ابنية بالمسلمين برا رحيما وامير الحليم ولا تكن عنيدا كفورا ولا مختلا فخورا شوف يا جماعة بيوصف ابنه بيقوله ايه الوصايا طب تعال شوف بقى بيوصف القائد بقى بينصح القائد الوصية للقائد بيقوله ايه انت تاجر الله لعباده فكون كالمضارب الكيس الذي ان وجد ربحا تاجره وإلا احتفظ برأس المال ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة وكون من احتيالك على عدوك اشد حذرا من احتيال عدوك عليك نصائح نقدر نقول ان هي متميزة بشكل كبير جدا عندما يتحدث مع ابنه ويطلب منه عدم الخيلاء والغرور ويتحدث مع قائده ويطلب منه الحرص والحيطة وانه هو هنا يكون فيه كياسة وفيه قدرة على انك انت تكون عندك فكر اثناء الحرب ليكون لها امور تخيل دي نصائح الخليفة للقارب طب فتحات الامويين بقى في الغرب الاسلامي خلاص احنا اتكلمنا في الشرق واتكلمنا هنا في الشمال في الصغور طب تعالى في منطقة الغرب احنا بنتكلم في جهة اخرى بنتكلم فيهن في المغرب العربي بلاد المغرب بدأ فتح افريقية افريقية تونس واستقر فتحها في عهد الوليد ابن عبد الملك استقر يعني خلاص نتحناها وشارك فيه عدد من القادة طب من القادة اللي فتحهم عندنا اللي عمل الفتحات اولهم عقبة ابن نافع الفهرية عقبة ابن نافع اللي انطلق من برقة في شمال افريقيا لحد ما وصل لمحوط الاطلسي وتوفى في معركة تاهودة سنة 64 هجريا اللي هي 683 هجريا يعني اول من بدأ الفتحات في المغرب العربي كان عندنا هو عقبة ابن نافع طب اللي بعده حسان ابن النعمان اللي انطلق لافريقيا في عهد طبعا عبد الملك بنمروان ودخل قرطاجة والمدن الساحلية والرجل ده استعان باقباط مصر في انشاء ميناء تونس عسان يكون قاعدة حربية وقضي بيها على قوة نشأت في بلاد البربر بزعامة الكاهنة الكاهنة ده التخيل واحدة ستة وامرأة كانت تطلق على الكاهنة كامعة الجيوش من البربر لمواجهة المسلمين الراجل دوت الحسان ابن النعمان دوت عمل موقف بيدل على الزكاء بتاعه خليك معايا هنا وانت بص للزكاء دوت لما يجي دلوقتي يجيب اقباط مصر عارف ان هما متميزين يوم خليهم هما اللي بنقولوا يعملوا ميناء تونس ده دليل انك انت بتستعين بمين هو انت ما انت مسلم وبتستعين بالاقباط هو دوت الاسلام يا جماعة ما احنا شوفنا قبل كده الرسول هو ما هو برضك لما بعت المسلمين للحبشة وهي بلد مسيحية والملك مسيحي بيختار ده اللي بيدل يا جماعة ان الاسلام هنا فين يا جماعة بقى ايه مسألة ان انت بيكون عندك في نوع من انواع العصبية او التعصب ما فيش الاسلام ده على ذلك بدأ بالرسول لما خلاهم يهاجروا للحبشة ولما عمل وثقة المدينة واحنا بنقتدي به صلى الله عليه وسلم حسن هنا عمل نفس الكلام ده ولقى ان الراجل دوت ام جايب المصريين الاقباط اللي ابنوا ليه القاعدة البحرية اللي بتونس واستطاع هزيمة البربر بزعامة الكاهنة طيب الشخصية التانية المهمة اوية مهمة اوية الشخصية دي موسى ابن نصير خد بالك موسى ابن نصير دوت واحد من اعظماء الفتوحات الاسلامية اكمل الفتوحات لحد ما خد كل الساحة الافريقي لحد ما اصل لمدينة سبتة وصالحه قائد نظامتي بتاعها والراجل ده وعده بمساعدة المسلمين بامدادات عسكرية وفضل يتوسع موسى ابن نصير لحد ما وصل لطنجة وقام معين طارق ابن زياد وليا عليها خد بالك بوصول طنجة الراجل دوت وصل للمحيط ودخل بفرصه في المحيط وقال كلمته الشهيرة والله لو اني اعلم ان ارضا هناك لعبرته يعني انت هنا المسلمين توصلوا بشكل كبير جدا يبقى انا كده ايه ده الشخصية التالتة موسى ابن نصير دوت الشخصية التالتة عقبة وعساد وبعد كده موسى ابن نصير طيب ايه نتائج فتح بلاد المغرب ما النتائج المترتبة على فتح المسلمين لبلاد المغرب عندي نتائج دينية وثقافية دخول الباربر للإسلام ونشر اللغة العربية بينهم الدينية دخول الباربر الإسلام الثقافية نشر اللغة العربية بينهم طيب الامنية قمنت حدود دولتك الإسلامية من جهة الغرب الاجتماعية بقى عندي ايه الباربر اندمجوا في الفتحات الإسلامية وساموا بشكل كبير جدا في فتح الاندالس فتح الاندالس جزء ج mount جداMn من الناس اللي كانوا مشاكمين فيه من الباربر ودية من المميزات بتاعة الاسلامية بقى انا عندي نتائج دينية وثقافية وامنية واجتماعية كل دية ساهمت في فتح بلاد المغرب بص عندنا بقى فتح الاندلس ننظر للخريطة دية نشوفها كده طاري بن زياد الفتحات بتاعته اللي بأسهم السوداء الراجل دوت هو اللي دخل هو اللي عبره هو في ماضيك جبل طاري وسميه باسمه وعول ما دخل بعد كده وجدناها اتجى الى ملقة طريطلة وسرقستة لحد ما وصل الى ليون يجي بعد كده فتحات موسى بن نصير يكمل من ناحية شزوونة ويدخل قرطبة واشبيلية لحد سرقستة يتقابل هناك مع طاري بن زياد ويتجي بعد كده الى بلاد البرانس ثم الى ليون ولكة في الاخر ايه ده ده فتحات كبيرة اوي موسى بن نصير دخل الاندلس وتوسع في كل جهاته عبدالعزيز بن موسى بن نصير اللي هو عندنا بالسعمل اخضر اللي لاخد المناطق الجنوبية كلها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لحد مواصل التدمير وقلمرية واشبيلية والاماكن دي كلها استطاع انه هو يتوسع فيها يبقى انا عندي ثلاثة وظماء طاري بن زياد وموسى بن نصير وعبدالعزيز بن موسى ولكن هيأتي ناس اخرين هنتكلم عنهم دلوقتي المسلمين فتحوا شمال افريقيا واستقرر الحكم بيها موسى بن نصير قرر يفتح الضفة الاخرى المقابلة للمغرب خلاص احنا خدنا المغرب وقدامه من ناحية التانية من المضيق اللي هي الاندلس خصوصا ان حاكم سبتة قال لموسى بن نصير افتح الاندلس وادالوا اهميتها وازاي ان هي غنية وازاي ان هي هتحظم المسلمين وازاي ان هي حماية الاراضي الاسلامية وشارك فيها طبعا كان فيه تخطيط وتم فتح الاندلس طبعا بتخطيط مسبق من المسلمين شارك فيه كليفة الوليد ابن عبد الملك هو موسى بن نصير واختارهم طاري بن زياد لقيادة فتح الاندلس خلي بالك طاري بن زياد كان من البربر وليس من العرب موسى بن نصير من العرب اما طاري بن زياد من البربر اهوت البربر المسلمين من النتائج الاجتماعية اللي قلناها والدينية فكان خير دليل عليها طاري بن زياد لما نازل طاري بن زياد على سفحة جبل الفتحة اللي تسمى جبل طاري وجد مقاومة عنيفة جدا من القوت حقوق كامل اندلس كان ناس اسمهم القوت الغربيين قبائل شديدة الدموية وديت من ايه كنا في مرحلة من المراحل قبل استقرارهم في الاندلس كان بيطلق عليهم اسم البربرة ودولت نتيجة اللي هم عدم تقدمهم وعدم حضاريتهم انما الناس دي اقامت هناك واقامت دولة استطاع الناس دي كانت قوية جدا ولكن استطاع طاري بن زياد هزيمتهم قاوموا قد ما قاوموا ويا في الاخر خالص احرز عليهم نصرا كبير جدا النصر ده قدى لنقود جمع قوتهم بعد كده والتقوا في معركة اسمها معركة شزونا معركة شزونا دي او شزونا انتصر المسلمين في يوقوت الاملك الروم ودخلت معظم الاندلس كده بحوزة المسلمين والروم القوت خلاص انهارت اخر قواهم وبنيار اخر قواهم وجد هنا عندنا المسلمين انفسهم امام الاندلس بمتسعها ودخلين عملية الفتوحات اول ما انتصرت خاء طاري ابن زياد زادت بهذا الشكل انتقل اليه موسى بن نصير جايب عشان يكمل الفتح وهو جاي بجيوش جديدة يبقى اول ما انفتح الاندلس كان طاري ابن زياد وهو اللي انتصر في منقود شزونا واستطاع انه هو هزيمة القوت واللي التوسع بشكل كبير الا ان اللي اكمل الفتح بعديه واكمل او معاه بنقول موسى بن نصير راح سنة التلاتة وتسعين للاندلس سرق طريق مغاير للطريق اللي خدوا اللي خدوا قبل كده طاري وافتتع عدة موضن يمكن اهمها مدينة اشبيلية واستكمل المسلمين فتح شرق الاندلس بعد كده على ايد عبدالعزيز بن موسى المسلمين ما قدرش سيطروا على شبال غرب الاندلس لبرضة المناخ وغورة الطريق شمال غرب الاندلس دي كانت منطقة هي الاسوأ ومعرفت ناشتهم صدها ولا عرفت ان احنا نفتح عملت لنا مشاكل وهي اللي بعد كده هتعمل المشكلة الكبيرة اتجاه المسلمين وهي اللي هتغزي الاسلام في الاندلس انت وقت بالك معي يعني احنا خدنا الاندلس معها ده المنطقة الشمالية الغربية طيب الشمالية الغربية دي هي هسيبك تفكر شوية وبعد كده هنقول طيب نتائج فتح الاندلس ما النتائج المترتبة على فتح المسلمين لاندلس انا عندي نتائج دينية انا عايزة كنا تربط الاحداث بقى اربط الاحداث ببعضها لما احنا روحنا هناك احنا لما دخلنا شمال افريقيا وانتشر الاسلام هناك بشكل كبير خرجت عندي قوات اسلامية والبربر دخلوا الاسلام ومنهم طالب طب عندي بقى في الاندلس عندي اسباب دينية النتائج دينية نشر الاسلام وتعليمه مع حرية ممارسة العقائد والاديان وبدأ اختيال القضايا والاحتكام الى شرائحهم خلي بالك انا ما حاجتش حكمت عليهم انا بطول احتكام لشراعة عايزة تدخل الاسلام يدخل مش عايزة تدخل زي ما انت عود لا اكرهة في الدين لكم دينكم ولا يا ديني ما فيش عندي مشاكل ابدا انا بحكم حكم اسلامي مش لازم يبقى عندي الارض كلها كل اللي عليها مسلمين ولكن الناس بدلت تدخل في الاسلام عندي نتائج سياسية ودارية انهما نقلوا العاصمة الى قرطبة طيب عندي نتائج اجتماعية القضاء على النظام الطبقي والتحرر من العبودية الزراع اصبحوا احرار ولهم حقوق والناس هناك بدأت حقوق الانسان تظهر الناس اللي بتتكلم عن حقوق الانسان احنا كمسلمين اول من بدأها ما احنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا حقوق الانسان في صحيفة المدينة يبقى احنا مش غلط ان احنا نروف الاندلس ظهرت حقوق الانسان حرر العبيد اشتغله الزراع الناس اللي موجودة دي بدأ الزراع يبقى ملاك بدأت الطبقات تختلف من مجتمع شديد الطبقية لمجتمع فيه عدل الاسلام عندي برضاك حاجات تانية نتائج تانية بدون عليها ادارية عمرانية زي ايه الاصلاحات الادارية والتعمير والمنشآت اللي حصل زي مثلا قنطان القرطوبة اللي تعمل حاجات كثيرة جدا بتدل على ان المسلمين قوم بنائين احنا لما بتخل البلد بنبني ما بنهدش ما بنضمرش الاسلامار بيجي بيقتل البنية بيقتل كل شي عشان يستولى لا احنا دخلنا بننا وعمرنا ومدينا مدن بص للحواضر الاسلامية اللي في كل مكان بيروح المسلمين يعملوها ما هو لما جاء مصر ام عامل الفستات وام لما دخلهم منطقة بتاعت افريقية ام عاملين قيروان ولما دخلهم عندنا بعد كده المناطق اللي تالية بصر اللي لهم بيعمل لك مدن جديدة كل حتة فيها مدينة والمدن بتاعت الاندلس ده دليل على كده طيب تعال عندي حاجة تانية محاولات فتح بلاد الفرنجا بلاد الفرنجا ديت اللي هي فرنسا ايه ده هو المسلمين وصل لفرنسا اه تخيل تخيل معي المسلمين وصل للمحد فرنسا وصلنا وصلنا هناك ده احنا وصلنا حتة إليمانطية ليون كمان طول بوقتي اكبر دلي على كده عبد الرحمن الغافقي فتح جنوب فرنسا من الشرق للغرب اشهر قليلة فتحها وطارك حاميات عسكرية في المدن اللي فتحها مما اضعف قوة المسلمين تواخد بلد كل بحتة مفتاحها او مصاب فيها قوة مانا باخد من الجيش الاصلي فبضعف الجيش الاصلي يعني الجيش الاصلي اللي بيفتح ده كل شوية اخد منه مجموعة وقت في بلد مجموعة وقت في بلد ما هتيجي في الاخر هيخلص عشان كده ديت من ازلاب الضعف اللي حصرت دوق اكوانتين بس انه هنا الرجل دوت اتصل بشارل مارتل حاكم بشارل مارتل دوت كان هو اللي ايه الراجل ده فيه مجموعة كده اسمهم الفرنجا الفرنجا دولك كان ملك الفرنجا في الوقت ده وفرنسا قال له انا عايزك تعاوني عشان نسترجع الدوقية بتاعتي ونحارب المسلمين والمسلمين هنا هيعملوا لنا مشاكل كبيرة ولو انتشر الاسلام هنتأذي ودخلوا معندها حولوا الحرب عقائدية اتحد القبائل النصرانية ديت في فرنسا كلها وجرانها بدعم من بابا روما واستعادوا الناس ديت للقاء المسلمين وفعلا عندنا حصلت عندي معركة بلاط الشهداء تور بواتي 114 هجرية للموافق 732 ميلادية الجيش المسلم فتح مدينتين تور بواتي ام جيش الفرنجا هدموا في السهل اللي بين المدينتين معركة قعدت عشر تيام عشر تيام من معركة شغالة متتالية النصر كان حليف المسلمين في البداية كذا يوم كده وبعدنا المعركة تحولت لصرح الفرنجا وكانت الهزيمة دي هي الهزيمة القاضية عشر لمرط البجيش والشمال وطبعا استوشد عبد الرحمن الغافقي والقيادات الكبيرة معاه والمسلمين قرروا الانسحاب الامر اللي تخلى العدو تمكن منهم بشكل كبير جدا معركة بلاط الشهداء اسباب هزيمتها ايه هي اسباب هزيمة المسلمين اسمها بلاط الشهداء لكسرة الشهداء المسلمين كسرت عدد جيش شغل مارتل وعداته الكاملة والمدد اللي بيجيله من كل مكان كل حتة عملت تبعاته المدد وعدادهم كبيرة جدا كتير جدا اتحق جيش الفرنجة ودعم البابا وساعدت دوقية اكوتين ليهم قوة المسلمين كانت انهكت عشان خدوا معارك كبيرة جدا وفتحات كبيرة غير ان هم قالوا نتيجة انه لكل مكان كنت مروحوا بسيب مجموعة صعوبة الظروف الطبيعية زي قصوة الملاخ وبعض قواعد المسلمين عن موقعهم وعن المدد كل دية امور ادت الى الهزيمة خلي بالكبرضك كان عندي في فتنة داخلية كده حدست ان ايه بعض البرضى انتعابهم قدى للهزيمة طب تعالى نشوف الفتحات الاسلامية في عصر الدولة العباسية بقى هنتكلمنا كده الفتحات العصر الاموي وافنا عند العصر اموي طب الدولة العباسية هل الفتحات احنا خلصنا بدون الاما ما خلص Гو الدولة العباسية ورصة مراص ضخمة جدا بعد سقوط الدولة الاموية فكر خلفاء ان هما يأسسوا بعض الدول المستقلة لمواجهة اعداءهم ومساعدتهم الدولة كبيرة فانا محتاج يا جماعة للحدود كده اعمل دول الناس دي تابع لي اخليها موجودة عشان تساعدني ومالح العباسيون الحكم الذات التام مع التبعية الخلافة العباسية لبعض المناطق زي الادارسة في المغرب والزيدية في المشرق ودولة بني طاهر اللي هتظهر بعد كده في قرسان وبردك الففاريين كل دولة دول هتظهر بعد كده وكل واحدة هدفها ان هي دولة مجاهدة انت عامل الدولة في المكان ده لحماية الدولة الاسلامية وحماية الحدود الاسلامية بص معايا الخريطة دي اللي باللون الاصبر الفتحات اللي قابل الدولة العباسية اللي هي في عصر الخلفاء الرشيد عصر النبوة او الخلفاء الرشيدين وبعد كده عصر الامويين تعال اللون اللي اخضر عندنا ده جماعة كل دوت الامويين وتوسعاتهم العباسيين وتوسعاتهم يعني الامويين اللون الاصبر اللون اللي أخضر ده كله التوسعات اللي احنا قلنا عليها العباسية الفتحات العباسية كان فيه في بلاد المشرق والفتحات الصغرى وفي الفتحات في جزر البحر المتوسط وجنوب أوروبا طب في بلاد المشرق العباسيين اعتمدوا في إقامة دوليتهم وفتحاتهم مع الفرس كانوا معاملين جيوش من الفرس الفرس ما دخلوا الإسلام خلاص ومسلم أبو مسلم الخرساني هو لثبت أقدام الدولة العباسية في المشرق وبلاد المشرق عمل فيها دول مستقلة على أقليم خرسان وبلاد موراق النهر زي الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية طبعا الطاهرية نسبة الطاهر والصفارية اللي هو ابن صفار والدولة السامانية الآلة سامان فتحات بلاد الهند والسند بقى حملت لواء الفتح الإسلامي في بلاد الهند والسند طبعا ده في آخر القرن الرابع الهجري دولتين مهمتين جدا في تاريخ الإسلام مين هم الدولتين اللي عمل الفتحات اللي بعد الهند والسند الدولة الغزنوية والدولة الغورية الدولة تندرت هما اللي عملوا الفتوحات طب فتوحات اسيا الصغرى ولا قطب البيزنطيين الدولة الاسمانية كان لازم تحافظ على متسابتها في الجبهة الشمالية وكانت علاقات الجوار بينها وبين الدولة البيزنطية بيسودها العداء بس استطاع الخلفاء العباسيين التحافظ على وجود الاسلام في المناطق دي وعملوا زي منقول اتفاقيات عملت حماية لهذه المنطقة انت اخذ بالك معايا ازاي العباسيين اتخذوا اجراءات في المناطق دي ايه الاجراءات اللي عملوها اول حاجة تقوية الصغر والعواصل استمرار نظام الصواقف والشواتف في الصف والشتر زي ما هي الجهد الاسلامي نعمل تبادل الاسرة ما بين الاتنين ونصرد ديناسنا خروج الخلفاء العباسيين للحرب بنانفسهم في بعض الاحيان وحرب الرنب انفسهم بص الفتوحات الاسلامية بقى في جزر البحر المتوسط قبرص وكريت وملطة وصقلية لأ لحنا لوصل كمان للبليار كل دي الجزر فتحها المسلمين في العصر العباسي زي ما ورس العباسيون عن المراس بري ضخم ورسوا برضك مراس بحري ضخم وكان عليهم ان هما يحافظوا عليه ساعوا ان هما يستعيدوا السيادة البحرية على البحر المتوسط على مرحلتين الرشيد ضم قبرص سنة 92 قبرص دي كانت دولة اسلامية جماعة وزن من دولة اسلامية هلو الرشيد ارسل قائده عن رأس قسطول قبرص فتحها وعمل صلح مع اهلها اهل قبرص لما نفضوا الصلح الرشيد ارسل حملة تانية اخضعاتهم تاني واصر على الكبير منهم الرشيد اسكن اسر كثيرة من المسلمين في هناك واسكن طبعا اسر قبرص مع المسلمين لدت اشهر عشان يدخل الاسلام وعادهم لبلادهم مرة تانية واخد عليهم عهد بالنصيحة وانظرهم لو الروم حجمه دوت نوع من الانواع القدرات السياسية الخاصة خدوا ما ربيهم عندي وابعت مسلمين هناك ويقيمه كل دوت عملهم طيب دولة الاغالبة بقى بتاعت ابراهيم بن الاغلب اللي اقام دولته في شمال افريقيا الرجل ده فتح جزيرة سقالية على ايد مين على ايد القائد المسلم اسد بن الفراط القائد اسد بن الفراط اللي استطاع فتح جزيرة سقالية سنة 213 هجريا 828 ميلادية في عهد دولة الاغالبة وابراهيم بن الاغلب في شمال افريقيا العباسيين حافظوا على قوة الدولة الإسلامية وهيبتها طوال العصر العباسي الأول لحد ما تغير السياسة العباسيين نسبيا في عصر العباسي الثاني وبدأت تظهر دول مستقلة في الشاب وفي فاصل طبعا زي الطوليين والإخشدين والحمدانيين والحمدانيين دولت طبعا كانوا في الدولة البيزنطية في منطقة الصغور والعواصم وآسيا الصغرى وفرض وجودهم بشكل جيد جدا عبر في العصر الحمداني مشهول قوي وجودهم أمام البيزنطيين في الأماكن دية مرة يعملهم عهدات ومرة حروب ودية كلها كانت مميزات لهم طيب تعالي بقى هنا مع بعض قبل ما ادخل أنا في الأسئلة أنا عايزة رجع معك حاجة بص معي يا سبحانه الفتحات الإسلامية مرت بتلات مراحل مرحلة الخلفاء الراشدين واتكلمنا عنهم إزاي إنهم خدهم شمال شب الجزيرة العربية والشام والإراق وفارس وبدأوا بيدخلهم على الأفريق الفتحات الأموية والفتحات الأموية هنا وصلت من حدود الصين لحد طول بوقتيه لحد اليوم في فرنسا وصلت لحد فرنسا خدت أجزاء كبيرة جدا من العالم في الوقت ده وصلت لأوروبا خدت كل الأندلس وشوفنا إزاي الفتحات بعد كده الأمويين فتحاتهم في المغرب العربي بدأت إزاي إن هي عندي بعقبة بن نافع وانتهت بموسى بن نصير اللي خد كل الأماكن بعد كده أقبر بن نافع هو اللي بدأت القيروان على الفكرة وهنيجي بعد كده هنبص نلاقي يبدأ يتجي إلى الأندلس وشوفنا طاري ابن زياد وفتحاته والانتصارات الإسلامية الرائعة اللي عملها ثم كيف أن موسى بن نصير أكمل وبعد كده عبد العزيز بن نصير تحولت الأندلس حد فكر الأندلس إيه دلوقتي يا أولاد قولي أيوة هي الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا فاردوس العرب المفقود أسبانيا هي الدولة اللي المسلمين فتحوها اللي أصبحت منبر من منابر الحضارة وجزء كبير يوشيع الحضارة لكل أوروبا الأندلس وهم ما سابوش غير شريط ضيخ هذا الشريط اللي قامت فيه اللي هو في الشمال الغربي اللي كان فيه بعد كده هو اللي عمل حروب الاسترجاع اللي هو بنقول عليها إيزابيلا فريدراندو لما عملوها من البرتغال جينا بعد كده سقوط الدولة الأموية في يد العباسيين ورس العباسيين المراس وأكملوا التوسعات وخدوا جزر البحر المتوسط واتجهم إلى أماكن كثيرة أنا عايز أقول لكم أن الدولة الإسلامية وصلت للمراحل غير عادية في التوسعات عايزين نقول حاجة ارتبط هل ارتبط انتشار الإسلام بالفتوحات الإسلامية لا يا جماعة مرتبط أنا هديك مثل دلوقتي مش في الدرس بس عشان تعرف عشان تعرف لما حد يقول لك انتشر الإسلام عن طريق الفتوحات هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد المسلمين في العالم إيه فاكرين يا أولاد أيوة أيوة بالضبط كده أندونيسيا فيها عدد 300 مليون مصن طب الإسلام انتشر هناك إزاي في أندونيسيا وماليزيا وكتب دي لم يصل جيش إسلامي نهائيا إلى هذه البلاد ولكن انتشر الإسلام إزاي انتشر يا جماعة يعني إيه انتشر قوة بكلمتين اتنين رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه لنا الدين المعاملة التجار المسلمين بقى والتزوج المصاهرة وفتح البلاد ديها والناس المسلمين راحوا عاشوا هناك وأنشأوا مدن زي ملقة الناس الغفورة عملوا بحاجات كافية الإسلام لم ينتشر أبدا بحد السيف لم يرتبط انتشر الإسلام بالفتحات الإسلامية في حكم إسلامي وفي مسلمين ولكن في ناس بغير مسلمين وتعاملنا معهم بكل حيادية وكل سماحة هكذا هو الإسلام أبناء العزاء طلاب الصف الثاني الثانوي النهاردة درسنا مجموعة من الأمور خدنا الدولة الأموية والدولة العباسية في التاريخ حلقة القادمة إن شاء الله هتكون بقى المراجعة لليلة الامتحان إن شاء الله هتكون مراجعة لكل ما أخذناه وبإذن الله تكون مراجعة موفقة مع تحياتي هاني عنطر الصابر التاريخ من مدرسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر